اربع حاجات لازم تعمليهم كتير في الحج او في العمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة الفيديو فيديو بجد كله نصايح نصايح مهمة جدا لازم تعمليها في الحج او العمرة ربنا يكتبها لكم جميعا يا رب وكت اتمنى والله لو حد قال لي عليهم قبل ما اروح علشان اكون عارفة الحاجات دي اول حاجة هو لمس الحجر الاسود او الركن اليمان الحجر الاسود طبعا دا استحالة هتعرفي توصليله وزي ما نبهنا في كل مرة ما تزحموش الرجال حتى لو نفسك تقبلي الحجر الاسود برضو معلش ما تزحميش الرجال خلينا في الركن اليماني الركن اليماني سهل جدا انك توصليله باذن الله وبتبقى الدنيا ريئة عنده وانا في فيديو قلتلكم في الاوقات اللي هتلاقي الكعبة لاقي ريئة وتقدري توصلي للركن اليماني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المسح على الحجر الاسود والركن اليماني يحط الخطايا حطا فلازم تلمسيه ولمس كتير كل ما تروحي الحرم وتصلي فيه طوفي كتري من الطواف زي ما قلتلك قبل كده طيب صلاة الجنازة صلاة الجنازة برضو مهمة جدا صلاة الجنازة تعادل قيرات في الجنة يعني اللي يصلي جنازة بنيله قيرات في الجنة فطبعا ما تفوكيهاش وصلي كل صلاة هما بعد كل فرد بالمؤذن بيقول صلاة الجنازة أسابكم الله فانت بتصليها بتصليها ازاي اربع تكبيرات صلاة الجنازة بتكون اربع تكبيرات في الاولى بتقري الفتحة وفي التانية بتقري الصلاة الابراهيمية الصلاة الابراهيمية اللي هي نص التشاهد التاني الله ما صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم لحد الآخر دي صلاة الجنازة التكبيرة التالتة بتدعي للميت التكبيرة الرابعة بتدعي للمسلمين وليكي تمام طيب تالت حاجة بقى ايه احنا قلنا لمس الحجر الاسود والركن اليماني وصلاة الجنازة دول الحاجتين اللي تكتري منهم تالت حاجة شرب مية زمزم كتري منها كتير جدا اشربي على قد ما تقدري الرسول الكريم برضو قال ماء وزمزم لمو شربة له اشربي بنيت ان ربنا ينجيكي من عطش يوم القيامة وبنيت توسعة الرزق بنيات كتير كل ما تشربي انوينية كل ما تيجي تشربي بقء من مية ماء زمزم انوينية وان شاء الله بإذن الله ماء وزمزم لما شرب ليه فاشربي كتير اشربي بنية الصحة اشربي بنية صلاح الأحوال اشربي بنية النجاة من النار اشربي بنية الارتواء من عطش يوم القيامة اشربي بنية شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تمني واشربي على قد ما تقدري الحاجة الرابعة الصدقة الجارية يا جماعة بالله عليكم ما تنسوا الصدقة الجارية مش هتكلفنا كتير هو كرسي هتخديه تشتريه بخمسة وعشرين ريال تقريبا وفيه اماكن كمان بتبيعه بعشرين ريال دي هتحطيه عايزة تجيبيه من هنا وتخديه معاكي مفيش مشكلة فيه كراسي وبتتحط في شونط لو الشنطة معاكي كبيرة الكرسي بيتحط ووحدة معانا كانت عملت كده لدرجة كمان ان الكرسي كان ليه يد كده فكانت مخرجة اليد كانت خارجة من الشنطة وعدت من المطار عادي ومفيش مشكلة اشتري كرسي واكتبي على ظهره وقف للحرم وحطيه هناك استخدميه طول ما انت في العمرة او الحج وبعد كده سبيه او مصحف وبرده تكتبي عليه وقف للحرم وتحطيه هناك والافكار بقى الصدقة اللي انا قلتلكو عليها افكار كتير جدا انا ذكرتها برضه في فيديو قبل كده هبقى سيبلكو برضه رابط الفيديو وممكن نبقى نعمل بيها فيديو خاص طيب الحاجة الخامسة بقى احنا قلنا اربع حاجات اهو الحاجة الخامسة الاكسار من الدعاء في الصفة والمروة كتري جدا من الدعاء في السعي بين الصفة والمروة وتذكري السيدة هاجر كانت بتسعى من الصفة والمروة بنية انه ربنا يرزقها هي كانت بتدور على عين تشرب منها وتسقي رضيعها ما كانتش متخيلة ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها الكرم الكبير ده وهيفجر العين من تحت قدميها وهيشرب منه الامة كلها امة المسلمين كلها اليوم الدين اللي هي بقر زمزم فاتذكري الكرم ربنا لسيدة هاجر واطلبي وتمني على الله وفعلا ان شاء الله باذن الله ربنا هيستجيب الدعاء فاكسري من الدعاء في السعي بين الصفة والمروة يبقى دول انا قلت ستة هم يعني احنا كنا قايلين اربعة افتكرت اتنين تاني فقلت ستة يبقى لمس الحجر الاسود والركن اليماني زي ما قلتلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يحط الخطايا حتى النق فلازم بالله عليك لازم يمسحي عليه كتير انا كنت يعني انا روحت والله وفعلا يعني ايوة انا كنت مهتمية ان انا امسك الحجر الاسود بس طبعا ما عرفتش فروحت عند الركن اليماني وبقيت المس وبأدية بس مكنش مش كل مرة فهمة لكن انا عايزكي انت كل مرة بتطوفي كل مرة تروحي اعملي كده انا لو اعرف والله ما كنت عملت لكن انا للأسف ما ما حدش قال لي وما عرفتش الموضوع ده غير لما رجعت فانا بجنبك الندم بعد بجنبك الندم بعد ما ما ترجعي تقولي يا ريتني كنت عملت كذا يا ريتني كنت لأ انا بقولك اهو بس اسمعوا الفيديو للاخر وانتو هتلاقوا حاجات ومعلومات في كل فيديو والله مش الفيديو ده كل فيديو انا ايلى معلومات وايلى حاجات مفيدة جدا هتفيدك وهتساعدك في اهو في ادائك العمر على الوجه الاكمل باذن الله وربنا يتقبل مننا جميعا يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب بالله عليكم الفيديو ده شيروه الاكبر عدد ممكن علشان ربنا يجعلوا في ميزان حسناتي وحسناتكم وناخد السواب عليه اي حد طالع العمرة هيفتكر الفيديو هيدعي لنا ويدعي للي شير الفيديو فما تحرموناش من الجزاء ده بالله عليكم وربنا يجعل لنا عودة ان شاء الله ويجمعنا باذن الله على حوض نبيه الكريم في يجمعنا الاول في الكعب باذن الله في زيارة بيته جمعا ان شاء الله انا وكل متابعين القناة ويجمعنا في الاخرى على حوض نبيه الكريم نشرب من يده شربة لا نزمأ بعدها ابدا لا تنسوني من صالح دعائكم وربنا يبرك فيكم يا رب وكومنتاتكم بتفرحني جدا وربنا يجزيكم خير الجزاء ويرزقكم حجا ان شاء الله او عمر قريبا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركتو